بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا الموائع المحاضرة الرابعة في الدرس السادس والأخير Introduction to Compressive Flow Part 2 كنا قد عرضنا في المرة الماضية العلاقة ما بين الأريا والفلسطي وأيضا عرضنا العلاقة ما بين البرشور والفلسطي لما عرضنا إلرز إكوشن فهنا نحاول نعرض الأمر بطريقة أخرى وإزاد العلاقة ما بين الأريا والفلسطي والبرشور فهنا رح ناخذ نوعين يعني Convergent Nuzle and Divergent Diffuser وناخذ H بالنسبة إلى Subsonic Flow فلما هنا عندي Subsonic Flow زي ما قلنا في الحصة الماضية لما الأريا Decrease Velocity Increase يعني A في Reverse Proportion أو علاقة عكسية وهذا طبيعي جدا لما حسبناها كده قلنا ما كنا برتربية ناقص واحد هي علاقة سالبة فإذا تصبح الأريا والفلسطي علاقة عكسية وأيضا نفسي هنا لما الأريا Decrease Velocity Decrease على المعادلة الثانية التي هي هنا نلقى علاقة أيضا عكسية ما بين البرشور والفلسطي فهذا يعني أنه لما الفلسطي تزيد فهذا يعني أنه أيش البرشور تنقص ولما الفلسطي تنقص يعني هنا أن البرشور تزيد أيضا نفس دراسة هنا لكن وقعت هنا لما يكون عندي Supersonic Flow يعني Mac Number أكبر من واحد Mac Number أكبر من واحد يعني هذا موشب فإذا العلاقة بين الأريا والفلسطي نفس العلاقة يعني إيش أنه الأريا والفلسطي يمشي مع بعض فهذا يعني أنه لما الأريا Decrease الفلسطي Decrease لما الأريا Increase الفلسطي Also Increase نفس العلاقة حق أولاريس الكوشن علاقة عكسية بين البرشور والفلسطي فهذا يعني أنه الفلسطي Decrease البرشور Increase وأيضا الفلسطي هنا Increase يعني البرشور Decrease اللي شفناه هنا في الحصة هذه أو الحصة الماضية أنه في علاقة Direct Proportion ما بين إيش ما بين الفلسطي والأريا لما يكون إيش Mac Number أكبر من واحد فهنا تم إدخال هنا العلاقة أو Learn the Question عشان أيضا توجد لي علاقة بين البرشور الاريا والفلسطي هنا نكون خلصت المحاضرة هذه إن شاء الله نبدأ جزء آخر في هذا الشابتر الأخير في الحصة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله